خليني أسأل كمان سؤال هل في يوم من الأيام رح نستريح من كل هذه التشويشات وكل اللي عم بيحصل في هذه الأيام كتابنا المقدس يقدم لنا الرجاء المبارك وهذا الرجاء المبارك مؤسس على موت وقيامة الرب يسوع المسيح عندما جاء المسيح إلى أرضنا وهو رب الحياة ورب السلام لم يسترح في هذه الأرض مع أنه كان في إمكانيته أن يعيش في أعظم القصور مستريحا لكن هو كان يعرف تماما أن هذه الأرض تخضع للشر والشرير ولم يأتي الوقت لكي يغير الأوضاع لكن جاء المسيح لكي يحرر من الخطية يحرر من قبضة إبليس ويعطي حياة أبادية وكل من نال الحياة الأبادية في صليب المسيح أعطاه الرب هذا الرجاء المبارك عندما قال في يحنى 14 في بيت أبي منازل كثيرة أنا أمضي لأعد لكم مكانا وإن مضيت وأعددت المكان آتي أيضا وأخذكم إليا وحتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا هذا اليوم السعيد الذي فيه ستستريح الكنيسة أولا ثم بعدها اسمع التعبير الحلو الذي جفت رمية 8 الخليقة ستعتق من عبودية الفساد النهاردة الخليقة كلها تأن تأن وتتمخط والخليقة كلها تحت سيادة الشيطان عبودية الفساد عمالي عربت في الأرض ويعمل أكرم عنده ولسيما يعلم أن له زمانا يسيرا لكن سيأتي يوما قريبا عندما يأتي المسيح يأخذ المؤمنين يحرر الخليقة يسود المسيح على الأرض ويعم السلام على كل الأرض اللي احنا موجودين فيها اشتركوا في القناة